نحن هنا نرصد تقدم عناصر من الميليشيات الانقلابية نحو مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في صرواح التي يطلق عليها شعبيا بوابة صنعة الجيش الوطني اليمني ترك العناصر تقترب لتجد نفسها وسط كمين محكم تركها بين قتيل وجريح وهارب هذه المشاهد الحصرية توضح السيطرة التامة للجيش الوطني اليمني على مناطق استراتيجية تطل على خطوط إمداد الميليشيات ما أكسبه أفضلية قتالية وتكتيكية بعد نجاح الكمين نفذ جيش الوطني اليمني استراتيجية إعادة تموضع خاطفة لتعزيز المقتسبات ولحماية قطعاته التي تتخذ أسلوبا دفاعيا رادعا تماشيا مع الهدنة الإنسانية التي أطلقها تحالف دعم الشرعية رغم عدم التزام الميليشيات بها ما تقدم في سياق هذا التقرير هو صور خاصة حصرية لكمين نفذه جنود المنطقة العسكرية الثالثة أحد تشكيلات الجيش الوطني لمجموعة من الميليشيات الانقلابية حاولت الاقتراب من المناطق المحررة في صرواح لقناتي العربية والحداث محمد العرب